غدا نأتي و نعتمر و دمع الشوق ينهبر نلبي ملءنا عطش فهذا اليوم منتظر بسم الله الرحمن الرحيم فرح تسأل تقول كنا في رمضان الماضي نصوم على توقيت تطبيق معين عندي في الجوال لأنه لا يوجد بالقرب من مساجد نسمع أذانها و نحن لسنا من أهل المنطقة فتبين لي بعد ذلك أن هذا الوقت متقدم أو متقدم ثلاث دقائق هذا التوقيت و هم يفترون قبل الأذان بثلاث دقائق ماذا يجب عليه؟ قد قال الله عجل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أتم الصيام إلى الليل أجزأه و الليل يكون بغروب الشمس أما إذا أفطروا قبل غروب الشمس فحينئذ يلزمهم الإعادة فيقضون هذه الأيام و أبشرهم كتب لهم أجر الصيام الأول و يكتب لهم أجر الصيام الثاني فقد فتح الله لهم باب عبادة جديد فليهنأوا بهذا الأجر الذي يكون لعملهم و يكون أجر صيام واجب